كابتن شريف تعادل فعلا بتعمل خسار كابتن ايمن فيه ايام كده بتبقى موجودة في الكرة بيبقى فيها عدم توفيق من كل الوجوه يعني من بداية المباراة وحسنة بموضوع وريد سليمان ولعبه هم صاب وتغييره الاجواء اللي احنا بنلعب فيها المطر نزل نمده على الفرقتين الحقيقة فيه عدم توفيق في نهاية المجمع عدم توفيق في التصويتات عدم توفيق في ان الكرة تخش جوه الجول برضو بيبقى فيه حاجات كده بفاعل فاعل ما بناخدش حقوقنا اثناء المباراة يعني وخصم التحكيم يعني انا شايف ان راجل افشا بيرقص راجل جول تمنتاشر تاني بياخده كرة بييده بيحسابه يقول له انت لا انت واخد الكرة بيدك الاول لو ما عادت الكرة اربع خمس مرات مشوفناه جيرا بيجيب جول فيه تكوف هو صاحب الكرة وكرة ردة وهو اللي راكب الناس كلها وهو اللي بيحط الكرة وهو قرب واحد لها وبيخش هدف ومعرفش بيحلله الكلام ده ازاي يقولك لا الكرة مش هدف استفزال ده بعد اللعبين عندنا وانذرات عاكس يعني فيه ايام كده بتعدي عليك انت يعني حتى لعيبة كلها الحقيقة النهاردة غير موفقة والحلل اللي احدا بنشوفها رؤية الملعب حاس ان مادي افشل النهاردة مفيش خالص النهاردة مش موجود بالشكل الطبيعي اللي انا بيشوفه بالاقاع بالبلاي ميكر معرفش يمكن ولي السلمان من ساعة مخارج وحاس حالة دربك حصلة في الفرقة تحركات مش يعني حتى الحالة التحرر اللي كنا بيتكلم عليها من كل العيب يقدر يعمل امكانيات بتاعته الفردية يقدر يغير شكل المباراة يقدر اعدي من واحد وعدي من خط انا شايف ان جانجي حتى الوحيد اللي كان بيحاول بيصوب من المبادري نص ملعبك هو اللي كان بيحاول ان هو ينهي المباراة من اول هفتايم انما اليوم كله حاسس انا حتى التغييرات بالنسبالي انا بقاش فارق ميه معايا بيخش وميه معايا بيطلع غير ان هو عايز ينزل شكل هجومي اكبر عدد من اللاعبين اللا عادينا برا الاول بوليا بعد كده بشريف وبعد كده بطاهر يعني بقى عناصر اللي هي نزلة بعدين عامر السولية النهاردة في ماتش زي ده اه برضو بانا داتي غير بالنسبالي اه فيه ريمارك عليه او فيه كوستش ريمارك او حاجة زي كده يعني حاجات كلها كده على بعض مش عايزة توصلنا ان احنا نكسب مش عارفين اه اليوم يعدي مننا بالسلاس نقاط حظ اه كبير جدا لفرقة اه البنك الاقلي لو تهيأ البعض اللي هو ان البنك الاقلي النهاردة قدم براها جيدة دفاعيا او هجومين اه هو كان غير موجود حقيقة هو بيطف شكور وبيحاول يمسكورة بيعملها اوبر ناحية تانية بيطلع النادي الاليوم ناحية برا خط التمنتاج برتاعه فانا ما شفتش غير اصارة كبيرة جدا في اخر تلت ساعة من النادي الاليوم حاولت احوال الهدف ولكن اعتقد ان النهاردة اليوم كله لازم يدرس جيد جدا لانه فيه ازباب تخلينا اوصل ان انا اتعادل مبارزة دي شكرا شكرا